أما فاطمة فليس لها من ذكر أبدا في كل الذي كتبه فاطمة التي هي قيمة الدين الله يقول عنها وذلك دين القيمة لكن السقيفة قتلتها وأنكرت إمامتها مراجع النجف الثولان على نفس المنهج صحيح أنهم ما قتلوها ما قتلوا شخصها لكنهم قتلوا شخصيتها السقيفة بني ساعدة قتلت شخص فاطمة السقيفة بني نجف قتلت شخصية فاطمة هم يظهرون الحزن على شخص فاطمة لكنهم قتلوا شخصيتها شياطين إما أنهم حمير لا يعرفون من أنهم ينحون على شخصها وقد قتلوا شخصيتها وإما أنهم شياطين يريدون أن يخدعوا الشيعة بالنياحة على شخص فاطمة وهم يقتلون شخصيتها السقيفة أحرقت منزل فاطمة أما مراجع النجف وكربلا سود الله وجوههم أحرقوا منزلتها فأنكروا إمامتها وأنكروا قيمومتها للدين ولذا ليس لها من ذكر من أول ما كتب في أصول الدين إلى أن انتهى ليس لفاطمة من ذكر الله يقول وذلك دين القيمة وهو الذي يقول على لسان رسوله صلى الله عليه وآله من أنه يرضى لرضاها ويغضب لغضبها لأنها هي القيمة على دينه هو جعلها قيمة على دينه وقال لنا عبر رسول الله من أنه يرضى لرضاها ويغضب لغضبها فهذه القيمة من الله على دينه هو الذي قال الله الذي قال في سورة البينة وذلك دين القيمة فهل القيمة رجول ثولان غبران فهل القيمة رجل القيمة امرأة وإذا أردنا أن نلتزم ببيعة الغدير ورجعنا إلى تفسيرهم الباقر فسر لنا الآية من أن القيمة فاطمة صلوات الله عليها فهذا الهراء والخراء أين أضعه في أي مكان ماذا تقولون أنتم يا أيها العباقرة خدام الحسين يا أيها الثولان هذا الهراء والخراء أين أضعه بحسب موازين العترة الطاهرة بحسب قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحسب حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم ولكم ذول خروا في ديننا هؤلاء مراجع النجف وكربلا هؤلاء خروا في وسط ديننا أنا مضطر لاستعمالي هذه التعابير كي تتضح الصورة لديكم هذه هي الحقيقة نذهب إلى فاصل شكرا